اهلا بكم في فيديو جديد على قناة الادوات المنزلية الحديثة فيديو النهاردة فيديو مميز جدا 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 هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم وطبعا هقول لكم وأعرفكم إزاي تقدروا تحصري على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة أشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو ولو أنت أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتبعي قناتي أتمنى أنك تنضمي لنا وتعمل اشتراك للقناة وتفعلي زر الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله ولو الأدوات اللي في الفيديو دي عجبتك أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معنا بالفيديو ده وهنشوف ونتعرف مع بعض إزاي نقدر نستخدم الأدوات دي وإزاي نقدر نستفيد منه بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدر إن انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وهنا معنا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر إن انت تديفي فيه سبون السائل وبعد كده تقدر إن انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح إيديكي وانت بتنظفي بيها المواعين وبييجي معها حامل تقدر إن انت تنظميها عليه بعد كده هنشوف عندنا ممساحة مخصصة لتنظيف الشبابيك والممساحة دي بيجي فيها جزء مخصص كده تقدر تديفي فيه مادة التنظيف اللي انت بتستخدميها وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك إن انت تنظفي الشبابيك من جوه ومن بره بكل سهولة وده لإن هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدر تتحكمي في الطول بتاعها على حسب حجم الشباك عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدر إن انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك إن انت توصلي لها فتقدري من خلال الفرشة دي تنظفي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو وهنا معانا الممساحة المرينة جدا دي اللي تقدر إن انت تعصري منها كل الميا وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدر إن انت تستخدميها في تنظيف الجدران أو دوليب المطبخ أو البلاط أو المرايات أو الشبابيك بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر إن انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه أدوات ولوازم المطبخ زي السوسات أو الشوك أو السكاكين وكمان تقدر إن انت تنظمي فيه ستة أنواع من التوابل اللي بتستخدميها بعد كده هنا عندنا منظم بيجي مكون من ثلاث أدراك تقدر إن انت تستخدميه في المطبخ أو في الحمام وتنظمي فيه مختلف الأدوات أو أي حاجة أنت عاوزة تنظميها فيه بعد كده عندنا القطعة اللي تقدر إن انت تثبتيها على قرورة المية عندك وهي بتساعدك إنك تستخدمي المية من القرورة بكل سهولة بعد كده عندنا المنفضة أو الزعافة اللي تقدر من خلالها تنظفي الجدار أو الأجهزة أو النجف وهي بيكون لها كذا استخدام تقدري طبعا من خلالها تحصري على أفضل نتائج التنظيف وهي طبعا بتشتغل عن طريق الشحن بعد كده هنشوف عندنا ممساحة أو إسفنجة تقدر إن انت تعصري منها كل المية وكل سوائل التنظيف اللي تبقى موجودة عليها بكل سهولة وغير كده بتكون صغيرة في الحجم وطريقة تصميمها بتساعدك جدا إنك تنظفي بيها كل الأسطح أو الأجهزة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بتساعدنا على صنع الزلابية أو السنبوسة أو القطايف وتقدري من خلالها تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وطبعا تقدري تعملي منها كمية كبيرة في وقت صغير بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك إنك تنظفي كرس الحمام بكل سهولة والأداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الأسطنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك إن انت تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديكي أفضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر إن انت تثبتيها عليه بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الممسحة الجميلة دي وهي طبعا بيجي معاها الجردل الخاص بيها اللي بيساعدك إن انت تنظفيها وتعصريها من كل الميا ومن كل سوائل التنظيف اللي بتكون عليها وطبعا الممسحة دي بتكون مرينة جدا وبتساعدك إن انت تنظفي تحت السرير والكنب وبتساعدك إن انت تنظفي مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف عندنا الأداة اللي بتساعدنا على صنع الزلبيا أو السنبوسة أو القطايف وتقدري تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وتقدري إن انت تعملي منها كميات كبيرة في وقت صغير بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة أو مبشرة للخضار أو الفكهة وهي بيجي معاها أداة مميزة جدا بتساعدك إنك تمسك بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدري إن انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بيجي متوفر معاها كذا شكل من أشكال التقطيع تقدر إن انت تبدلي الأشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر إن انت تقسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا البسكت اللي بيجي متوفر فيه جزء من تحت تقدر إن انت تنظمي فيه كياس الرول وتقدر تستخدميها من خلاله بكل سهولة وهنا تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للحمام تقدر إن انت تثبتيه على أقدر الحمام عندك بكل سهولة وبعد كده تقدر إن انت تنظمي عليه فرش الأسنان ومعجون الأسنان وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام وهو بيجي مكون من 3 أدراج ودرج كبير من فوق تقدر إن انت تنظمي فيه مختلف أدوات الحمام زي فوة الحمام والشامبوهات والكريمات أو المنازيل وطبعا هو بيكون زود بعجلات بحيث إنك تقدر يتحركي بكل سهولة في أرضية الحمام بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا عصارة للخضار والفاكهة تقدر إن انت تعملي من خلالها مختلف أنواع العصير الطبيعي من الخضار أو الفاكهة بكل سهولة في البيت ودلوقتي إحنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة أدوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا إزاي نقدر نستردم الأدوات دي وإزاي نقدر إن إحنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الأدوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر إن انت تعرفي إيه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي إزاي تقدر تحصولي على المنتجات والأدوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الأدوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنسى عندك أي استفسار عن أي منتج بالفيديو ده تقدر إنك تكتبيلي في التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو الأدوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنسى عندك أي استفسار عن أي منتج بالفيديو ده تقدر إنك تكتبيلي في خانة التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن أنت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن أنت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر إن أنت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي أنت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده أول طريقة لو أنت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن أنت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبريس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بنجود أو تطبيق إي باي أو تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي أنت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي أنت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي أنتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الأونلاين على صفحات الفيسبوك أو الإنستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الأونلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي أنت عاوزاها وبتوصل لك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الإنستجرام عن الأدوات المنزلية وبتقدري توصل لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري أن انت تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى أنه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر أنه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى أن الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر أن انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر